وضعت البيئة الحاضنة أستاذ علي ومن الصعب بما كان أن توفر بيئة حاضنة في هذا السياق الزمني وفي إطاري بكل ما تحمل الكلمة معنى معركة سياسية حاسمة من أجل وحدتك الترابية ولكن المغرب بحمد الله وازن بين الأمرين معا وهو اليوم يجني الثمار أكيد لأنه مسألة الاستثمار هي مسألة استراتيجية لأنه ممكن نكون متفوق ديبلوماسيان وممكن أنه يكون عندي علاقات متشعبة في العالم ولكن فيما يتعلق بالاستثمار لا يمكنني أن أجاملك في الاستثمار لا يمكنني أن أجاملك في الاستثمار الاستثمار لك أن نجي استثمار عندك يجب أن يكون لديك بنية حقيقية يجب أن يكون لديك جودة من البناء التحتية هذه مسألة مفروغة خاصة الاستثمارات الدولية عندما أتكلم عن الاستثمارات الدولية تتخص تكون لديك منطقة فعلا قادرة أن تستقطب الاستثمارات ملتين دوي على شركات بولندية تستثمر في الكهرباء تستثمر في اللوجستيك تستثمر في صناعة أجزاء الطائرات العمودية في الطاقة في مجموعة من الأشياء اليوجي المتواجدة في عشرات الملدان حول العالم اليوجي البولندية كذلك عندنا شركات ألمانية فرنسية لدينا منصة العيون كونكت بتمويل أمريكي لدينا مجموعة من الاستثمارات الدولية هذه الاستثمارات الدولية لكي تصل إلى هذه المناطق يجب أن يكون البنية تحتية فيها جودة يجب أن يكون لديك مطارات يجب أن يكون لديك موانئ ويجب أن يكون لديك رأس مال بشري حقيقي هذا المجيء لهذه الاستثمارات هو الدليل الحقيقي أن هناك استثمار واستقرار حقيقي من طرف المغرب في أقاليمه الجنوبية لأننا يمكن المجاملة في كل شيء إلا في استقطاب رؤوس الأموال وفي استقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في المغرب اليوم هذه المنطقة وهذه الأقاليم الجنوبية الهدف ليس فقط خلق التنمية على المستوى المحلي أولى على المستوى الوطني وإنما خلق التنمية على المستوى القاري لأن الهدف هو تحويل هذه الأقاليم إلى منصة حقيقية متوجهة بوابة لأفريقيا لأنه أحد الأرقام هي مخيفة على المستوى الإفريقي إفريقيا لا تستقطب سوى ربعها في المياه من الاستثمار العالمي إفريقيا لا تساهم في التجارة على المستوى العالمي إلا في جوج في المياه هذه أرقام مخيفة ليوم المغرب باعتبار أنه يقدم نفسه اليوم كقوة استقرار أولا على المستوى الإفريقي وكقوة تنمية لأن المشاريع كلها اليوم التي قدم المغرب تجاه إفريقيا هي مشاريع التي تندرج وفق الرؤية لصاحب الجلال الملك محمد السادس جنوب جنوب رابح رابح ولكن لتقديم تنمية مثلا عندما لا تحدث على أنبوب الغاز ما بين نيجيريا المغرب ليس فقط لنقل الغاز نحن لا ندوي على رقعة جغرافية رقعة جغرافية لمستوى الربط الكهربائي في بعض الدول لا يتجوز 10% 16 دولة ستستفيد ببتالي هذا المشروع يهدف من خلال المغرب تسريع الصناعي تسريع التنمية والاستقرار مجموعة من الأشياء وبتالي المغرب اليوم وقاربة المغرب اليوم أهم نقطة الأمن لأن جزء من هذه الدول يفتقد للأمن والاستثمار والاستثمار يستطلب منك أن توفر الأمن وبتالي وكأنها تحقق معادلة الأمن عبر التنمية غياب الفرص تنموية وغياب الإدماج الاقتصادي للمجتمع يؤدي إلى العنف بشكل من الأشكال وخاصة نحن نعرف أن المنطقة تنشط فيها جماعة إرهابية كبيرة وبالتالي اليوم المغرب يقدم نفسه كقوة استقرار صحيح ويقدم نفسها كذلك كقوة تنمية بتالي الهدف من الحركة التنموية على مستوى الأقالي من الجنوب ليس فقط المساهمة في التنمية للوطن ككل وإنما في التوجه المغربي جسر نحو أن تشكل هذه المناطق جسر حقيقي نحو التنمية في إفريقيا